إسرائيل بـ 27 أول سقطت إلى الأبد أنا أقول للأمريكيين عليكم أن تخافوا أنا عم بقول لللي عم يتهموا هذا المحور يخي يروح اشتري فلتيش من الدكان مع الجارك وزدت على السفارة الأمريكية ببلدك وتعا تهمنا كل خطة تنفذ كل شاب يشارك في الأعمال القطالية لإيران وسوريا ولبنان شراك فيه نحن نحن بلبنان لو لا إيران وسوريا والمقاومة في فلسطين لو لا إيران وسوريا كف ما فينا ندرب العسكر إسرائيلي الوفد اللي رأى على غزة سابقاً من هون طبعاً 14 أدار أنا معترين بس أنه يعني وين إني اليوم؟ وين هو أنتوان زهرة؟ بجي واحد بيقول لك كيف انتصرته؟ حبيب انتصرنا نحن جبنا قلوي إسرائيليين من دخوتتهم سعبناهم صورة الردع لهذا الكيان الغاصب عم تداس تحت أقدام ناس بشعين وفؤرة ومعترين ودرويش وما بيشبهوا كتار حجمك هالأد حجمك باللعبي هالأد بس هالأد كتير أقل سيشتاح الحدود مع فلسطين عشرات الألاف لا بل مئات الألاف أنا من موقع العارف أعرف أن ما أعده حزب الله للصهاينة على الحدود مع فلسطين المحتلة في أي مواجهة قادمة فيه نمرعب فيه نمرعب هذا نموذج أولي عما أعده هذا المحور للحرب الكبرى هيك نموذج صغير جهنم شو يعني؟ إن شاء الله اليوم بيفوتوا مش عبكرة الحرب الكبرى ستحصل أنا بيرعتب لأردوغان أطلق عشر صواريخ على الكيان الإسرائيلي وسأسمي إبني رجب طيب أردوغان حماس ما نمطولي بقطر حماس رجعت إلى سوريا سقط مشروع التطبيع بكل المنطقة خلص منموت وبيموتوا أحفادنا إن شاء الله وأحفاد أحفادنا وسوريا ولبنان ما بيطبر ومن قالي لك بأنه في لحظة ما قد ينفجر قد لا ينفجر غضب الشارع العربي وبالتالي الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازة أهلا وسهلا فيك معنا بليبونونون أهلا وسهلا فيك باللي رح يشاهدوا الحلقة شكرا خلينا نبلش من أول التطورات أستاذ علي وأولا هي قيام السفارة السعودية بإجلاء عوائل رعيها بلبنان من مطار بيروت مبارح باللال هيدا الخطوة شو معناها بمخاص الملف الأمن اللبناني؟ بعد إت أغلب السفارات سمعت أنه البريطانيين أيدا وبعد إت كل السفارات عم تاخد هذا الإجراء ربطا بي عدم قدرتهم على الحصول على جوال هني لاحوا عملوا جولة حاولت السفيرة الأمريكية بعد ما تحولت من سفيرة إلى عنصر استقصاء مخابراتي أن تستحصل على معلومات ما هو موقف حزب الله المقبل لما عزوا هني بيفترضوا أن هذه المعركة ممكن أن تتوسع ممكن بأي لحظة أن تتدحر وبالتالي تحسبا لأي طريق الأفضل من ليس له لزوم أن يبقى فليغادر بس هذا لا يعني أنه محسوم أمر الحرب أو محسوم أمر المواجهة المفتوحة أو أنه هني عندهم معطيات دقيقة حول اتساع رقعة المواجهات بس نحن في لبنان كل خبر نطبله ومنزمره ومنخطله بأرات ومنصير أن نوسح دائرة التحليل حول هذا الخبر بتذكري خبرية إطلاق النار على السفارة الأمريكية نعم حلا أنا كتاري بيتسألوني شو رأيك برأي فلان لما اتذكر كيف حلل مشهد إطلاق النار على السفارة الأمريكية بقول لهم حرام نعلق على رأيه لأنه إذا هذا القدرة التحليلية عنده بهذا المستوى يومتا حكى عن ربط بالخلاف السعودي الأمريكي والسعودي الإيراني ما بعرف ألف خبرية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وبالتالي في كتير أمور بالبلد عم تقطع وعم تضخم وهي لا شيء تاب واليوم كمان الصحف الأمريكية عم تقول أنه في خطة أمريكية لدى إدارة بايدن بإجلاء ستمائة ألف أمريكية من لبنان وإسرائيل تاب الأمريكيين كمان مع أنتون هلأ بدي أنا عندي سؤال ستمائة ألف كم فيهن بلبنان المشكل كمان ترك الرأم وكأنه يعني أننا نحن جالية أمريكية 200 ألف بالبلد كان في أمريكي بلبنان أمريكا تسحب مواطنيها ربطا بأنه محور المقاومة في المنطقة يعتبر هذه المرة أن الإدارة للحرب هي إدارة أمريكية وأن الحضور الأمريكي في هذه الحرب ليس حضورا شكليا إنما حضورا مباشرا وحق الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي مواطنيها لما عم تشوف تصاعد الهجمات على قواعدها المنتشرة في المنطقة وحقها أن تخاف لأن نحن نضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقع المتهم والمشرف والممول والمخطط للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة هذه المرة المعركة ليست مع إسرائيل مع الأمريكي إسرائيل بـ 27 أول سقطت إلى الأبد واستشعار الأمريكيين بشكل واضح أن هذا الكيان الذي خلقه في هذه المنطقة غير قادر على حماية نفسه أدى إلى هذا الحضور بالمستوى العالي من الرئيس الأمريكي لآخر زابط بالمنطقة حاضر في غرفة العمليات يعني بيتهموا محورنا أنه عندك كن غرفة عمليات لش الإسرائيليين ما عندهم غرفة عمليات من يشرف على الحرب من يخطط من يمنع حتى اليوم الصهاينة من الدخول في مواجهة عسكرية برية بغزة أمريكيين بايدن بتحسيه مثل أنه ابنه عنده امتحان كل شوية بتتصيب يسأله كيف عملت كل ساعة والتانية تصل بايدن بنتانياهو وكأنه عنده امتحان بايدن وبالتالي آي الأمريكيين أنا أقول للأمريكيين عليكم أن تخافوا من شو أن يخافوا؟ من رب محور المقاومة على الجرائم اللي عم ترتكب بالكيان اللي عم يرتكبها الكيان الغاصب بحقهم أنه يخافوا وأنا أقول لهم نخافوا لأن أنتم لن تستطيعوا الهروب من المسئولية عما ترتكبوه مع الصهاينة وبإسم الصهاينة من مجازر بحق الشعب الفلسطيني بغزة المجازر إلى أكتر من أسبوعين من دلعة وينه ورد؟ يعني كذا مرس معنا إذا تجاوزوا الخطوط الحمر صح ونحن يدنا على الزناد وبدنا نطلق النار بس أين أطلق؟ شو المطلوب؟ قواعد الأمريكية كلها في المنطقة عم تستهدف اليمن ريم بارح الإعلام الإسرائيلي ما تقري الإعلام العربي الإعلام العربي للأسف يحاول بالقدر المستطاع أن يسخف من رد محور المقاومة على ما يرتكب من المجازل البارحة تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن ما تم تظهيره من خبر متعلق بإطلاق المسيارات والصواريخ من اليمن هو تصغير للحقيقة تحدث عن طائرات تحمل 1600 طن أو ما بعرف بالظبط الرأم من المتفجرات طن و600 كيلو من المتفجرات تحدث عن مسيرات تحمل 40 كيلو كل مسيرة متفجرات ما وصلت في ردع أمريكي في ردع أمريكي طيب القواعد الأمريكية في سوريا كلها تتعرض للقصف قواعد الأمريكية في العراق كلها تتعرض للقصف البارحة سوريا قدمت 8 شهداء روح يشوفيلي الإعلام العربي يلي اضطر أحد المراسلين أن يعتذر على الهواء مباشرة قال 11 شهيد قالوا له مش شهداء فقال عفوا ضحايا أنا عم بقول لللي عم يتهموا هذا المحور يا خي روح اشتري فلتيش من الدكان مع انجارك وزدت على السفارة الأمريكية ببلدك وتعتهمنا في أوضح من هاي خي ارمي حجر على السفارة الأمريكية ولكن جينا تظهرنا قدام السفارة الأمريكية جنو كي خي عمل لك عمال شي بس عم بقول لنحن نمثل 5% من المحور من هذه الأمة أو من الأمتين العربية والإسلامية بدي أحكي هالمرة خارج أني أنا حزب علماني نحن نمثل 1% من الأمتين العربية والإسلامية منيح هيك؟ علم أنه احنا أكيد أكتر من هيك بكتير يا خي التسعة وتسعين بالمية يبعطوا أنينة ماء على غزة بس كبيت ماء ويجوا يحكوا اليوم حزب الله تجاوز عدد شهداءه الأربعين ما يقوم به حزب الله على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة هو عملية عسكرية دقيقة منظمة كبتت الصهاينة حتى تاريخ اليوم خسائر تقنية وتحضيرات صنون سنوات عم بيعدوا لها مليارات الدولارات تكلفتها وحول الجندي الإسرائيلي على الحدود مع لبنان إلى جندي أعمى لا يعرف ماذا يزوي على الحدود طيب شو المطلوب ولكن بالمقابل شفنا تصريح من قبل رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل بيقوله أن ما يقوم به حزب الله ليس كافا يحكي مع رجب طيب أردوغان صديقه خلي يقصف رجب طيب أردوغان عشر صواريخ على فلسطين محتلة وبعدا يجي يحكي معنا أو إذا بده يحكي مع قطر هو في قطر يعيش في قطر يحكي مع أمير قطر وقف التنصيق مع الصهايني يحكي معهم بس يقناعهم يجي يحكي معنا هل كان في وعد من قبل محور المقاومة لي حماس أنه رح يكون تدخلنا أكبر وخزلتون بالتدخل أبدا هذا الكلام غير صحيح برجع بقول هناك من يحاول أن يشوه هناك من يحاول أن يصنع خليني أقولها بالعرب الدرج الألي بين أطراف هذا المحور مستوى التنصيق بين أركان هذا المحور هو الأعلى منذ زمن بعيد والاتفاق والتوافق كل ما يجري يجري ضمن غرفة عمليات عسكرية موحدة الليلة استقبل السيد نصر الله رئيس حركة الجهاد الإسلامي ونائب رئيس حركة حماس الليلة مش هذا المحور اللي بيخون بعض بس هذا المحور هني نفسهم اللي عم بيشيعوا مثل هذا الكلام عبكرة إذا انفتحت الجبهات كلها ياتسوا رح يطلعوا يقولوا ورقتونا وخربتوا بيوتنا ونحنا مش قادرين ووضعنا الاقتصادي ووضعنا المعيشي أهمية ما نقوم به هذه المرة أنه لا نعطي قيمة لكال هذا الكلام نحنا هلأ بالميدان نصفضين الرد على الألات وأنا مبسوط من بعض الرموز السياسيين بالبلد أنه نساكتين عرفانين أن اللعبة لعبة إكبار وبالتالي هني شو دورهم ضيد العملية ساكتين وخلص فاهمانين اللعبة هلأ أنه أنه مي بدي يعيب علي اللي كان عندي يصفق للتطبيع اللي كان معتبر أنه صفقة القرن صارت أمر واقع اللي كان معتقد أنه نحن ذاهبون إلى تصفية القضية الفلسطينية قديش حاربوا حضور فلسطين بوجدان هذه الأمة قديش دفعوا ليشطبوا فلسطين من المعادلة الشباب العربي رجعت فلسطين اليوم أساس الدول التي طبعت تشهد مظاهرات الأمن في الكثير من الدول يعمل في الليل واللهار لملاحقة من يعديونا لمظاهرات ضخمة وما رح يقدروا فلسطين لا تشطب فلسطين راسخة وبالتالي كل هذا الكلام اللي يعمل حاجة من مين أنا برجع بلهم يا خي فالتايشة بعض منهم عم يتصرب بلا أخلاق بلا احترام بلا بقلة زوق بعملية التوصيف في ناس عم عم تسيق للشهداء بفلسطين للأطفال بفلسطين في ناس عم تسيق للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني شو بيطلع بيحكي بالمقاومة ده أخليك سؤال الوفد اللي رأى على غزة سابقا من هو طبع 14 أدار الآن مع التارين بس أنه يعني وين من اليوم وين هو أنطوان زهرة وينه كتار منهن علما أنه انتبهي بالمناسب أيضا هذه المرة هذا الفريق في كل مرة يتشتت وينقصب وين موقف وليد زملاط وين موقف تيار المستقبل والبيئة التي يمثلها تيار المستقبل إلى جانب المقاومة لأن في ناس بلحظة الحقيقة ما بيقدروا يكونوا إلا بموقعهم الطبيعي اللي بيشردوا هن اللي تاريخيا شيردين عن هذا الخط وعن هذا النهج وياللي بمرة من المرات إجوا على دبابة إسرائيلية واللي بمرة من المرات راهنوا على البندقية الإسرائيلية وياللي بمرة من المهارات راهنوا على صحق حزب الله ورجعوا راهنوا على إسقاط سوريا ورجعوا راهنوا على صحق حماس في كل مرة يراهنون وفي كل مرة يهزمون التحرك الإيراني ما كان يجب أنه يوازي بتحرك الأمريكا يعني أمريكا بعتت حاملات الطائرات إلى البحر وين التحرك الإيراني اللي يوازي؟ كل طلقة تطلق كل طلقة تطلق على مستوى رصاصة إلى مستوى صاروخ إلى مستوى مسيرة كل خطة تنفذ كل شاب يشارك في الأعمال القطالية لإيران وسوريا ولبنان شارك فيه إيران سوريا ولبنان لأن هذا المحور واحد هذي الشباب يتدربوا بسوريا يتدربوا بإيران يتدربوا بلبنان يا سلاح مر من سوريا يا هو سلاح صناعة سورية يا هو سلاح إيراني يا شرطه إيران هذا الحكي كل يتسوى لا يترجم بس في فرق في حدا بفتكر أنه إيران تستطيع أن تتعاطى بغير منهجة دولة هي إيران دولة سوريا دولة حزب الله حركة مقاومة حماس حركة مقاومة أداء الدول بالحروب يختلف عن أداء حركات المقاومة بس إنه بدأت تتهم إيران أنا أعمل لك بشكل واضح لو لا إيران وسوريا نحن نحن بلبنان لو لا إيران وسوريا والمقاومة في فلسطين لو لا إيران وسوريا كف ما فينا نضرب لعسكري إسرائيلي وكل هذا الأتماني اللي دفعته سوريا سببه ارتباطها بالمشروع المقاومة وكل هذا الحصار وكل هذا التجييش على إيران مرتبط بدورة بالمقاومة مرتبط بشو المشو منزعجين من إيران شو سبب الحرب على سوريا ربطا بشو البحث عن الديمقراطيات والحرية شفنا الديمقراطيات اليوم بالاتحاد الأوروبي شفنا أن تصل أمور إلى حد تهديد بنيا تظاهر تضامنا مع فلسطين يزن خمس سنوات شفنا هذا التافه الرخيص الخبيث الرئيس الفرنسي يلي كنا كانوا بلبنان يوم اللي نزل إلى بيروت صاروا يشكولوا ويبكولوا على أساس أنه هو الأب الحنون الإنساني شفنا كيف فجأة تحول إلى شريك بجرائم قتل الأطفال في فلسطين أنا أقول لكل الناس خي ما تضامن مع المقاومة بفلسطين أنت حر ما تكون مع حركة حماس أنت حر ما تكون مع حزب الله أنت حر بس شوف مشاهد الأطفال في فلسطين وحط أولادك محلهم هولي شو زمنهم طيب سبعة تشرين أول صنعت حماس انتصار استراتيجي على الجيش الصهيوني من تمامة تشرين لليوم ماذا صنع الصهاينة غير الجرائم على ماذا انتصروا على الأطفال على النساء على المدنيين على المباني السكنية على المستشفيات على الجوامع على الكنايث على مين انتصروا بيجي واحد بيقول لك كيف انتصرتوا حبيب انتصرنا نحنا جبنا قلوية إسرائيليين من دخوتتهم سعبناهم سحبوا الجنود الإسرائيين من قلب الدبابات وشحطوهم شو عملوا الصهاينة طلعوا بالطيارات قتلوا المدنيين وين هو الانتصار هون ومن هون أنا بدي أقول شغلي لحتى ما نظلنا نحنا نركز على ما جرى بـ 8 و 9 و 10 وطبعا كله مدان وكله مرفوض وكله يجب أن يتوقف وجريمي أن يكون هناك ستة لاف شهيد فلسطيني حتى الساعة ويمكن هلأ قبل ما نفوت على الهواء من هون لنطلع الهواء يكونوا ستة لاف ومية والعداد مستمر بس ما تنسوا سبعة تشرين أول سبعة تشرين أول عار سجل في تاريخ هذا الجيش ما بيمحي لا جرائب ولا تدمير غزة ونصر تاني حقق عاد حدا سمع عن تهجير الفلسطينيين عاد حدا سمع عن خبرية سناء ونقب من اللذي ليست مطروحة أبدا وين تاهد خلصة شو صار لماذا سقطت هذه الورقة؟ قالهن المحور بشكل واضح فورا إلى الحرب دون أي تردد أي محاولة تهجير الفلسطينيين ستؤدي إلى اشتعال حرب إقليمية في المنطقة سابعا كانوا يقدمون لك أن الصهايين هلأ بيحتلوا ست دول وسبع دول وثلاث دول بفرق موسيقية صح ولا لا؟ نعم بمجرد أنقل لهم أن هذا الموضوع خط أحمر سحبوه من التداول اثنين كم وزير خارجية إلي جاء إلى لبنان؟ كرميل مين؟ كرميل فوقت السنيورة ما هيك؟ ودموعه بالحرب كرميل مين إجوا؟ لطلب ضمانة من من؟ للضغط على من؟ كل هذا الضغط الدولي للعمل بالمنطقة بتعرفي شو سببه؟ كل هذا الحضور للأسطين اللي بتعرفي شو سببه؟ وحزب الله شو بيطلع لك فاركوح حون؟ بيطلع لك التنين بدنا نحاسبكم أتى العالم بأمه بيور رئيس الفرنسي صرحه هو مش عم نحكي تحليل صحف قال أرسلنا لحزب الله رسائل بالمباشر لما بيطلع الرئيس الأمريكي وبيقول حزرنا أطراف أخرى في منطقة الشرق الأوسط من المقصود؟ حزب الله وسوريا وأيضا أكيد إيران لذلك لما كنا نقللوا الحبيبي بكرة على طاولة المفاوضات أنتوا يمكن بيحطوكن تحت الطاولة أو بتفوتوا وبتقدموا وضيافة على الطاولة كانوا يزعلوا نحن اللي بنقض على الطاولة نحن الأقوياء نحن اللي عبين الكبار لما كنا نقللوا حزب الله تحول إلى قوة وازنة على مستوى كان للإقليم كانوا يقولوا لك يا زلمي كيف متوهمين أنتم فاكرين شوية صواريخ تصنع لكم قوة شوية هلأ كل العالم عم يحكي مع مين روح سألوا الرئيس مئاتي قادر يحارب الأمريكان حزب الله قادر يحارب البوارج اللي بلتجه لكي في عنا تجربة بسوريا أصعب تجربة عسكرية يمكن أن تكون قد مرت على هذا المحور هي الحرب في سوريا لم يبقى أحد لم يشارك في هذه الحرب لم يبقى مخزن سلاح في العالم إلا وفتح وسلم للمسلحين الذين قاتلوا الدولة السورية لم تبقى خزينة مالية لدول نفطية وغير نفطية وأمريكية وأوروبية عمل غرفة عمليات بالأردن فيها الأمريكان وفيها الأوروبيين وفيها العرب وجاء بمقاتلين شافوا آخر مقاتل بيحمل برودة بالقطب الشمالي جبوه لي قاتلنا في سوريا أو جابوا طيران وخبرات وجابوا قوى وما خلوا شيء وتركيا ومين بدك؟ مين ما شارك بالحرب؟ مين انتصر؟ انتصروا الأمريكيين؟ انتصروا الأوروبيين؟ انتصر أحد على سوريا؟ انتصر هذا المحور اللي قاتل كل ياتوا سوا بسوريا؟ أمريكا ليست قدر متل ما هذا الجيش الصهيوني كانوا عم نقولنا إياه جيش الرعب بساعات فقد السيطرة على طول حدوده مغزة وشفنا ألوية بتيابة داخلية مشحوطة وشفنا عسكريين عم يسحفوا متل الكلاب وأنا هم بالمناسبة لا أطعاطف لا مع مستوطن ولا مع عسكري ولا مع قيادي لأنه في حدا عم ينظر لنظرية أنه الفصل كل مستوطنين محتلين نصيحتي إلهم بيعفل لأنه سبعة تشرين أول أسس لمرحلة جديدة هلأ سبعة تشرين أول هو اليوم الأول في تقويم زوال إسرائيل أمتى هيدا التقويم بينتهي ممكن بعد شهر اثنين ثلاثة سنة بس الأكيد أنه هيدا الكيان انتهى انطلقت مرحلة الحرب يعني انطلقت مرحلة الحرب الكبرى اللي بيحكي عنها دايما محور المقاومة ايه صح قدمنا هيدا مشهد أولي هيدا مشهد أول شو مشهد التاني هيدا المشهد الأولي بيكفي بيكفي بعد يتشوفته الناس كلا يتسوى شافت الجنود الصهاينة متخبين تحت المكاتب والمقاومين عميتل كل نار عليهم شافوا كيف انه فرقة غلاف غزة سقطت بساعات بسيطة شافوا كيف كيف الصهاينة حتى الساعة ما بيعرفوا عدد الأسرة شافوا تجربة نموزج نموزج لحركة مقاومة محاصرة فكيف سيكون النموز لحركة مقاومة غير محاصرة شافوا نموزج لحركة مقاومة قد يكون عندها عشر تلاف مقاتل فكيف سيكون نموزج حركة مقاومة لديها مئة ألف مقاتل وعلى هذا الأساس حطوا الكالكولاتريز وقدوا حسبوه المشهد التاني رح يكون من لبنان أم من كل الجبهات ما حدد حلو المفاجأ كانت 27 أول فقنا الصبح ما في شي صح نعم تبين أن صورة الردع لهذا الكيانة الغاصب عم تداس تحت أقدام ناس بشعين وفؤرة ومعترين ودرويش وما بيشبه هكتار شو أصدق فيها بس واضحة ما بسمي بدي خلي المستوى الحلقة بالمستوى العالي ما بدي بطي طيب أستاذ علي بما خاص الحرب على سوريا كنا عم نحكي عنها البعض يعتبر أن الحرب على سوريا كانت الخطوة الأولى من مرحلة تصفية محور المقاومة لك هيد الخطوة الخطوة الثانية بغزة صارت لا 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 هيد الخطوة بلشت بيختيار الرئيس شهيد رفيق حريري أو بدأت بإسقاط النظام في العراق يوم أجيئا للرئيس الأسد ونقال له تفضل نحن على حدودك يجى وزير يوم أنت وقال له نحن على حدودك مطلوب منك واحدة اثنين ثلاثة واحدة طبعا من هذه البنود تخلي عن حركات المقاومة في لبناء وفلسطين تخلي عن العلاقة مع إيران قال له الرئيس الأسد إن شاء الله خير بالألفان وخمسة قتلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري حاولوا جرنا على فتنة سنية الشيعية واستخدموا هذه الجريمة ضد سوريا ما نجحوا إجوا بالألفان وسبت عملوا حرب على المقاومة في لبناء تحت عنوان صحق المقاومة ما نجحوا رحوا عملوا كذا حرب على غزة لصحق حماس والجهات وكل فصائل المقاومة ما نجحوا بالألفين وحد عشر اكتشفوا إنه الحلقة الذهبية في هذا المحور هي سوريا لموقعها الجغرافية ضمن خارطة هذه المنطقة و لقربها لحدودها مع فلسطين وحدودها مع لبنان وبالتالي هناك مصلحة كبرى بإسقاط الدولة في سوريا لأنه بإسقاط الدولة في سوريا تصبح حركات المقاومة على مستوى المنطقة مع زولي عنده هذه الحرب ما نجحوا كان عنده محورنا بصيرة شايف المشهد عرف اري المشهد يوم متى كان في ناس انفكر انه المسألة مسألة حريات وجوع وفقر بسوريا قال من انه اكيد مستوى الحريات في سوريا كان افضل من الكثير من الدول مش افضل لا يقارن لجهة ايجابيته مع الكثير من الدول اللي ما عندها دساتير وجيب تحكي عن الحريات في سوريا والديمقراطية في سوريا اقله في سوريا في مسجل شعب وفي مسجل وزراء وفي انتخابات محلية ببعض الدول التي خاضت حرب على سوريا ما بيعفشوا معناها الدستور المهم وحرب انه الشعب السوري جائع نحن مماضل في لبنان لتحقيق ما حصل عليه الشعب السوري بال95 بسنة ال95 كهرباء وتعليم وطبابة وبنى تحتية وامن وامان واستقرار وزراعة وصناعة وكل شي سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة الغير مديونة كانت تبيع كهرباء وتصدر فواكي وخضار وقامح وعندها مخزون استراتيجي لخمس سنوات لقدام المهم اجت الحرب على سوريا في هذا الاطار اللي انت عن وانت ما نزحوا تعالوا هلأ رزعوا الى غزة عم يعملوا تجارب يمينا وشمالا دون ان نخفل مسألة الحرب على اليمن الشريك الاستراتيجي الاساسي والرئيسي في هذا المحور ويلي عبر عن موقفه بيقول الاعلام الاسرائيلي ان الصواريخ التي اطلقت من اليمن مديها الفين كيلو متر ودون ان نخفل المقاوم اليوم في العراق هنه صح عم ينتقلوا من محل لمحل وليس مصادفة ان تكون كل الدول المحاصرة اليوم اقتصادية هي دول محور المقاوم لبنان غزة سوريا اليمن والجمهورية الاسلمية فيها لا لانه في ناس عم تقول لا 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 احتلال احتلال كيان غاصب اجاب لا يوجد مظلومية في العصر الحديث يوازي مظلومية الشعب الفلسطيني مافي ابدا اذا سقطت ورقة تهجير الفلسطينيين مقابل انه حزب الله مايفوت بالحرب فازان شو بعده عم يصير على الحدود لا حزب الله في الحرب حزب الله في الحرب باعتقد تجاوز عدد الشهد 42-43 شهيد هاو دي شو هاو اكيد مش عم يلعب وقتاري على الحدود متل ما بعض رؤسة الاحزاب بلبنان بيلعب قتاري وبيفكر المعركين وضير وفأسات مين يعني معروف معروفين هايدي حرب جبه مفتوحة على كل يوم في اشتباكات هناك عمل استراتيجي قامت به المقاومة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة كبد الصيهاين خسائر استراتيجية وخسائر عسكرية وخسائر مادية قد لا تكون المقاومة عملت بحجم بحرب تموس كلها بس مش وقت تطلع المقاومة تشرح ما الذي جرى مش وقتها وما الذي سيجري اليوم المقاومة عملة اشغال لثلاث فرق على الحدود مع فلسطين المحتلة بالليل وبنهار عم تشغلهم وباللحظة الذي يتطلب توسيع دائرة المواجهة بناءا على قرار غرفة العمليات العسكرية مش بناءا على شوية بوستات وتغريدات بيكتبوها ناس عبضين سمن هذه التغريدات والبوستات اكيدة ما رح ينتظروه هنقلهم بس هيدا الموضوع مش خاضع للمزاج شوف الشباب اللي عم تستشهد كلها طلاب جمعات وخرجين جمعات بس بش عين ما بيشبهوا حدا بش عين ما بيشبهوا للأسف انه مين اللي عم يطرح هيدا المعادلات ناس بيقولوا عم تقولوا عنا عملة لك ايه يا حبيبي انت عملة عملة ونص انت عملة ونص نحن مش عم نتهمكن نحن لدينا ايمان مطلق بانكم عملاء ليش انتم بما تكتبون تكتبون اسوأ مما يكتب بعض الصحافة الاسرائيلية انتم بما تنطقون تنطقون بكلام اسوأ مما ينطقه الصهاينة بماذا يختلف ليوصف الناس اللي تظاهروا امام السفارة بعوكر بانهم بشعين وما بيشبهو وعيجيين من الخيام ولا بقتزوا على مناطقنا ومش طايقينكم عن توصيف الوزير الاسرائيلي للشعب الفلسطيني بانهم حيوانات شو بيختلفوا هوا عن هوا ما بيختلفوا شي لذلك انا هي اكيد كنت حاضر ولي الشرف انا اكون حاضر والاحذية التي كانت في اقدامنا اشرف من الذي وصفنا نحاك اشرف من اللي وصفنا ورفاقنا اللي كانوا ورفاقنا بكل الاحزاب وحلفائنا اللي كانوا اشرف منه بكتير وبالمناسبة مين قال احنا مع التكسير ومين اللي قال احنا بس حصل تكسير وصار تخرير اه مين اللي عنده قدرة على ضابة ناس عم تشوف مشاهد شباب فلسطيني عم عم يستشهد اطفال فلسطينيين عم يستشهدوا مجائز زر بالجملة عم ترتكب مين اللي قادر يضبط غضب الناس يروح يسألي امك وكل واحد يسأل امه ويسأل اي ام هل تحتمل المشاهد اللي عم تنشاف اطفال هناك هناك قرابة الالف وثمانمائة طفل فلسطيني استشهدوا شو المطلوب مين بيستشهدوا بسلاح مين بسلاح الامريكيين من يدير عملية قتلهم الامريكيين من يؤمن الغطاء للصهايني اللي يرتكبوا كل اللي عم يرتكبوه الامريكيين شو المطلوب نقول لهم شكرا ليش مسموح للامريكيين والاوروبيين وكل مرتزقة العالم ان يتضامنوا مع الصهايني وليس مسموحا لنا نحن من منطلق انه عرب ما بدي احكي كمسلمين مانا قضية فلسطين ليست قضية المسلمين قضية فلسطين قضية كل واحد حر في هذا العالم ليش مش مسموح لنا نحن من منطلق عروبي أنه لا أنه ما منوع نتضامن مع الشعب الفلسطيني لأنه مو في عرب يتضامنوا أين العرب من القضية الفلسطينية اليوم مش العرب ليست الشعوب العربية على الأنظمة العميلة الخانة على الخاضعة على المطبعة وصفها باللي بدكية بس أنا أين ترهانت على الأنظمة العربية رهانت على الشعوب العربية الحية روح يشوفي بالدول اللي معتبرة صديق أو حليف أو مطبع مع العدو السهيوني روح يشوف المظاهرات التي حصلت ومن قالي لك بأنه في لحظة ما قد ينفجر قد لا ينفجر غضب الشارع العربي وبالتالي يخلق شي مختلف على مستوى المنطقة الاشكالية الكبرى أنه نحن مش بس خصمنا الولايات المتحدة الأمريكية كشعوب عربية خصمنا جزء كبير من الأنظمة المطبعة العميلة كلنا عندنا سوريا كدولة كنظام عند منهج مختلف دفعوها كل هذا التمن اللي دفعوا هي 12 سنة من الحرب 12 سنة من الحرب ولاحظي اليوم نفسهم اللي كانوا نطرين تسقط الدولة السورية نفسهم اللي كانوا نطرين الطائرات الإسرائيلية بال2006 نطرين امتصار صهيوني على غزة نفسهم ما بيتغيروا ما بيتختلفوا نحن أمام محوران بس أنا بدي أقول لسيد نصر الله من هلأ ودي أقول للمقاومة في فلسطين من هلأ هذه المرة علينا أن نطعطى وفق القاعدة التالية المنتصر وحلفائه منتصرين والمهزوم وصغاره مهزومين خلصنا من المسايرة خلصنا من المسايرة خلاص لوين بعد شو بعملنا نساير هاك رح يتصرف الأمين العام لحزب الله أنا رأيي هاك ما بعرف لأن البعض يقول أنه عم يتعامل مع الموضوع بعقلانية لأنه خايف على لبنان نحن عم نحكي مش عن خيار فتح الزبعه هذا يختلف الأكيد أن السيد نصر الله والمقاومة وأحزاب المقاومة كلها يتساوى عم تزين أي قرار بميزان الدهب بدقة كتير كبيرة عم بحكي ما بعد هذه الحرب يجب أن لا نسكت على هؤلاء الذين كانوا جزء من الدعاية الإسرائيلية في هذه الحرب هؤلاء الذين راهنوا على قتلنا قتل الشعب الفلسطيني ما خلص هاودي بلى أخلال ما رح يتعلموا الأخلال هاودي في كل مرة بيفوتوا بتجربة وبرهنوا رهانوا بيخسروا وبعض ما يخسروا يرجعوا بيكملوا بشكل طبيعي لا بنا أقول لهم أنتوا خسرانين بنا أقول لهم أنتوا خسرانين أنت مهزوم حبيبي حجمك هالأد حجمك باللعب هالأد بس هالأد كتير أقل إذا حصل الغزو البري على غزة ماذا تحضر المقاومة وحماس في إسرائيل؟ جهنم جهنم شو يعني؟ إن شاء الله اليوم بيفوتوا مش عبكرة لك أنا على تواصل مع قيدات في المقاومة بقلب فلسطين شو بيقولوله؟ بيصلوا وبيدعوا بصلوا وبيدعوا أنه بيقرروا الإسرائيلين شو في بقلب غزة؟ جهنم الأنفاق يعني؟ جهنم جهنم الصحافة الأمريكية عم تكتب عن ستانيجراد جديدة أمر كان مش نحنا لكن إحنا سابقا لما كنا نحكي أنه هذا الكيان وهم وأوهم من بيت العنكبوت وهذا الكيان لن يبقى وهذا الكيان كذبة كبيرة كانوا يطلعوا هاودي أنه كان خي معكم شوية صواريخ ومصدقين حالكم قدمنا لهم نموذج بـ 27 أول عفكرة هذا نموذج أولي عما أعده هذا المحور للحرب الكبرى هيك نموذج صغير شفتي هاودي اللي نزلوا بالجو كانوا بالعشرات رح ينزلوا بالألاف شفتي هاودي الألف استشهاد الذين اشتاحوا الحدود باتجاه غليف غزة سيشتاح الحدود مع فلسطين عشرات الألاف لا بل مئات الألاف نحن في مكاتبنا بكل يوم حتى ما يكون مبالغ في العشرات الذين يأتوا ليسجلوا أسماءهم في إطار التطوع لأي حرب مقبلة مع العدو الصهيوني هذه الحقيقة من يدير الحرب في الجنوب اللبناني؟ حزب الله لحاله؟ بعتقد في كتير قوة موجودة على الأرض لحاله مش لحاله بس حزب الله هو قائد هذه العملية مستعدين تفوتوا معه؟ أكيد مين كمان مستعدين يفوتوا معه؟ البعض بيقول حركة أمال شفنا جميع الإسلامية كل الأحزاب القومية والعروبية والوطنية ستكون إلى جانب حزب الله طيب حزب الله تحديدا حكينا عن المقاومة شم حضرة حزب الله تحديدا هو شمجهز من قدرات عسكرية؟ في المرعب في المرعب ما عم بيحكي من موقع أنا اليوم رئيس حزب وبالتالي كلامي مسؤول عنه نعم مني صحافي لحتى أقول حللت خطأ أو أسأت التقدير أنا من موقع العارف أعرف أن ما أعضه حزب الله للصهاينة على الحدود مع فلسطين المحتلة في أي مواجهة قادمة يرتقي إلى مستوى يمكن في المرعب مسحة سوريا رح تفتح جبهة الجولين من بعد ما حزب الله يفوت؟ هذا المحور يقدر ويقرر إذا كان المصلحة أن تفتح سوريا الجبهة تفتحها بس سوريا اليوم بالحرب يعني حينما تقصف مطارات حلب ودمشك ليش يعني طبعين إسرائيل عم تسلمة هيك؟ أو لأن هذه المطارات لها دور لما الليلة تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارة على موقع الجيش العربي السوري بريف درعة وبيستشهد 8 عسكريين ليه؟ يعني مزاجون؟ أو ما عندهم شيء قالوا لكم نطلع من التسلة سوريا منذ اليوم الأول لهذه الحرب شريك أولاً وهناك سلاح يستخدم على الجبهات هو سلاح سوري بيجي نهارو منحكي أكتر يضاف إلى ذلك حماس دخلت بمواجهة مع العدو السهيوني بـ 27 أول حزب الله دخل على الحرب بـ 7-28 أول ما بعرف اليوم الأول للمواجهة سوريا تقاتل من 15 أدار 2011 هذا العدو لشهد الحرب بسوريا مع مين؟ صلى مع عمو محمد الجولاني ومدريمين هذه الحرب مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة هؤلاء الذين يقاتلون الدولة في سوريا هم جيش لحد محدث بنسخته السورية تحت مسمى داعش ومصر وكل الذي دفعته سوريا سببه أنها شريك في الحرب دفعت سمن صاروخ الكورنت اللي أسلمته للمقاومة في حرب تموز 2006 دفعت سمن فتحة بيوتها وأحياءها ومقرات للمقاومة الفلسطينية دفعت سمن إرسالها سلاح للمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين وخبرات وأراضي للتدريب وببعض المراحل أموال يوم اللي كانت سوريا القادرة هذا الثمن اللي عم تدفعه سوريا بس أنه إذا الإعلام ظالم إذا في ناس هلأ اللي عرفت أنه نفس اللي عملته حماس قام به الجيش العربي السوري والرئيس الخالط حافظ الأسد بـ 26 أول 73 في ناس ما كان معا خبر هذه العملية نسخة محدثة عما قام به الجيش العربي السوري والجيش العربي المصري ويومها تعرض الرئيس الراحل حافظ الأسد للخياني وتعرض الجيشين للخياني وكانت النتيجة أنه لم نحقق الانتصار الكبير اللي يومها لو حقق لو استكملت العملية لم يكن هناك كيانا ونفسهم اللي عم يتآمروا اليوم على المقاومة وعلى سوريا وعلى المقاومة بفلسطين وبلبنان هن اللي تآمروا على حربة 73 ما في شي اختلف بس اختلفت الأسماء الصحف اللبنانية اليوم بتقول أنه فيه سوريين على الحدود بين لبنان وإسرائيل عن بيقاته العدو الإسرائيلي هل صحيحة هيدا المعلومات؟ صحيحة ما الصحيحة أنا ما عندي تحقيق بس على افتراض فيه هذه معركة العرب هذه معركة العرب وإذا فتحت الحرب الكبرى استحلي ونأقي من أي جنسية بديك رح يكون فيه لشو عمي عنه العراقيين اليوم وين معتص مين؟ معنوا معتص مين على الحدود عند الأردن شو بدهم؟ وينتحقوا بالجابها يعني اليوم إذا عملت أنت استفتاء بكل الشارع العربي قديش فيه نسبة راغبة بأنها تشارك بالمواجهة؟ اليوم إذا قلت ماذا درجة اهتمام الشارع العربي لما يجري مع الشعب الفلسطيني؟ كل الناس رح تقولك أنا تارك أشغالي وأعمالي وعم تابع ما يجري بفلسطين فلسطين لم تكن يوما إلا قضية كل العرب في ناس بالمناسبة ما بتعرف بتعرف إنه نحنا علم حزبنا هو علم فلسطين وبتعرف إنه نحنا أول شي منقوله لرفائنا بالحزب أن قضيتنا المركزية هي قضية فلسطين بس في الناس هيدا حقائق ما بتعرفها للأسف يعني المشكلة إنه الإعلام اليوم مش بيقيدنا مش بيقيدنا الإعلام بيقيدنا جزء من الإعلام وتحية للإعلام المقاومة اللي عم يعمل دور جبار وأكيد لو ما كان كان أيضا في ناس منا مقتنعي بالرواية الفلسطينية كانوا اقتنعوا برواية بايدن حول إنه للمستشفى استهدفتها حركة الجهاد إذا أردت أن تقول للبنانيين اليوم في حرب أو ما في حرب ما حدا بيقدر يقدر حتى الساعة ما في مؤشرات لحرب كبرى بس ماذا لو ارتكبت حماقة إسرائيل بعد ساعة من الآن ماذا لو تخطت قواعد الاشتباك ماذا لو ذهبت إلى مجددا إلى مشروع تهجير الفلسطينيين ما المشكلة أنه نحن أمام حكومة مجانين وأمام إدارة أمريكية رأس الهرم فيها نص مجنون خرف هدا منو منو توصيف من باب الاستهزاء هذه حقيقة بايدن نص مجنون إحضار ترامب كيف عم يتمسخره شخص كان بيتكريم لمقاتل أمريكي سابق أو هو مش مقاتل قاتل أمريكي قديم غادر من الاحتفال قبل نهايته ما حدا فهم كيف وليه يعني المشكلة أنه الإدارة في الكيان الغاصب مجموعة متطرفين مجانين والإدارة الأمريكية على رأسها رجل خرف والخرف بس نقولها حتى ما حدا الخرف هو مرض منو صفة يعني أنه عايب تنقال للشخص يقولوا خرف خرف الرجل خرف منو مركز بس مشكلتنا أنه من يتحكم بالقرار الصهيوني بالحرب نتنياهو الخائف من السجن وبايدن الذي يريد أن يربع انتخابات واتنينيتهم يعتبرون أنه قتل وصفك الشعب الدم الفلسطيني بطاقة عبور واحد إلى الرئاسي مرة أخرى والتاني بطاقة منع دخول إلى السجن هاي المشكلة هل تأثرت تطبيع السعود الإسرائيل اليوم؟ سقطت مشروع التطبيع بكل المنطقة خلص كيف؟ الشعوب العربية أسقطت وخلصتها هاي دي خبرية خلصة هي خالصة بالأساس بس يعني هلأ سبتها في أشخاص بيقولوا العكس بيقولوا العرب كلهم وبيقولوا بالآخر نهايتها بسوريا ولبنان تطبيع مع إسرائيل منموت وبيموتوا أحفادنا إن شاء الله وأحفاد أحفادنا وسوريا ولبنان ما بيطابعوا هاي دي شو بدي فيها؟ لطالما هناك واحد في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا يحمل منذقية التطبيع لن يمر كيف إذا كانوا ملايين أنت برأيك اليوم من الشعب العربي كان في مليون مستعد لي أن يقاتل مع المقاومة في فلسطين إذا هلأ يتقرر مصر فتح حدودها كم مصر يندفع إلى الحدود؟ يكون في تطبيع التطبيع مع الأنظمة وليس مع الشعوب وحينما لا يكون مع الشعوب يسقط بدون يعنوا الشعب العربي بالتطبيع وهذا الشعب العربي لن يقتلع مش يبينوا واحد خايف على الكرسي بعدين مع مين عم يطابعوا؟ درويش هؤلاء اللي راحوا يطابعوا هني اعتبروا أنه التطبيع بيأدي إلى حماية كراسي هون تبين أنه اللي عم يطابعوا معهم مش يديرين يحموا حال هون تبين أنه بتروح ليهم حماس والصبح بتفيقهم من الدخوتي وبتجيبهم على غزة مع مين عم يطابعوا؟ مع جمعهم من الجبناء يتفضلوا عم يطابعوا مع جيش دولي جيشها اليوم 24 أو 25؟ 25 25 صلنا على 18 يوم بالحرب مرة بيقولوا عبكرة الهجوم المري مرة بيقولوا لأ بالليل لأنه شتب شوي بيقولوا عتّا مت زادي عن زوم شوي بيقولوا الشمس قوية يتفضلوا هذا الجيش هون الجبار اللي بدو يحمي عروش هون يتفضل إلى غزة لش في خوف لش خيف فانيا؟ لأنه بيعرفوا شو في جوه مش بس هني بيعرفوا أهم ما في الأمر أنه الأمريكيين قالونه ننتبهوا هذا مستنقع ويا ريت ما قالونهم لك انت شفت الصراخات والولولة لك انت شفت المشهد اللي قال له السيد نصر الله حول الهاربين بس لو ما وديوا يقول له الإسرائيلي باقيين والحرب جاي يوم ما الحرب الكبرى ستحصل بجي حدا بيسألنا في حرب هلأ قال له لا يمكن ماني شايف حرب حتى تساعة بس ما بيعني أنه ما في حرب قادمة في حرب كبرى قادمة في حرب يعني احنا يا هني إذا هني صحتين على قلبه وإذا نحنا صحتين على قلبنا والأكيد نحنا لأن نحن أصحاب الأرض ما بيقدر حدا ينتصر على واحد مقتنع أنه هيدي أرضي ما بيقدروا هذا الكيان اللي عمره سبعين خمسة وسبعين سنة ينتصر على شعب غزة غزة عمره تلات تلاف وثلاثمائة سنة مدفون فيها جده للرسول الكنيسة اللي فيها قداش طلع عمرها مئات السنين بده يجي واحد مبارح جيبوه مدري من وين يشلح أصحاب الأرض أرض هون وبدون إياني أنا أسكت تعرفي أنا عموم تلبي كان يشتغلوا بفلسطين يروحوا على فلسطين يشتغلوا ويرجعوا على يافا أنه أنا كعربي كيف ما بدي يكون مع فلسطين لك كيف كيف ما بدي يكون متعاطف مع هؤلاء الناس كيف ما بدي يعتبرها هايدي قضيتي كيف بدي يقبل بتشريط شعب عربي أنا وإيام نحكي لغة واحدة تربطنا جغرافيا واحدة ليه ما بدي يكون متعاطف معه لأنه سمير جهجع بدي عمي الرئيس الجمهورية أو الحزب الفناني لأنه بدي يحافظ على المليون دولار اللي بتعطي إيها هايدي السفارة أو هيدا النظام بدي يكون خجول علناه على رأس السطح إذا اقتضت المعركة أنه قاتل وأن تفتح كل الجبهات ستفتح ولأجل فلسطين آه لأجل فلسطين ولأجل غزة آه لأجل غزة ولأجل الشعب الفلسطيني آه لأجل الشعب الفلسطيني أنه نحن مش مستحيين مين فكرنا مستحيين بس نحن عنا تقدير موقف حتى الساعة ليس مطلوب منه أكثر من ذلك بس إذا تطلب الأمر أن يسقط على هذا الكيان عشرات الألاف من الصواريخ من جنوب لبنان ومن الجولان ومن كل الدول الشريكي ستدرى وما رح نعمل اعتبار لالي بوارج شو أول مرة؟ 23-23 أول من يومين كان كانوا الأمريكان عم بياخدوا المارينز بتوبيت الخشب أنه أول مرة بتجي ومن اللي قال أنه ما عنا سلاح قادر على معالجة هذه البوارج يعني إذا اليمنيين عم نضربوا صاروخ يقول الإعلام الإسرائيلي أنه مديها ألفين كيلومتر ماذا لدى إيران إذن؟ ماذا لدى المقاومة في لبنان؟ في وقائع شو كان عنوان حرب تموز بالألفين وستة؟ صحق المقاومة ما تملكه المقاومة اليوم يوازي مئة ضعف الذي كانت تملكه بحرب تموز الفين وستة يلي كان عنوانا صحق المقاومة والمشهد اللي عم شوفه اليوم بفلسطين شو بيختلف عن المشهد اللي شوف نابل لبنان؟ ما إجا فؤاد السانيورة اللي عند الرئيس برري قال له الحال سلموا سلاحكم واطول الجنود الإسرائيليين للصهاني وإلا الأمور رايحة ما بعرف لوان ما نفس المشهد إجت كونداليزة رايس وجمعت استصانح وليها بالسفارة الأمريكية بعوكر وحكت عن شرق أوسط جديد وهلأ عم يحكي نتنياهو عن شرق أوسط جديد هالمرة ما إجا وزير الخارجية إجا الرئيس الأمريكي شو اللي اختلا ولن تختلف النتائج عما جرى في حالة تموز سيكون هناك لجنة تحقيق في هذا الكيان الغاصد ستحسم أن هذا القيان هزن والمطلوب سجل نتنياهو والقاضة العسكريين والإيام بيناتنا مانا طويلة رح يكون في لجنة بتشبه لجنة فينوغرات ما في شي مختلف بس في فرق بيننا وبين الآخرين أنه نحن مقتنعين بما نحن عليه أما الآخرين مقتنعين بالمصريات شو بيدفعه؟ ولا لا نحكي أنا بإحدى المرات كنت بحلقة تلفزيونية إن قاله للضيف اللي بوجي بدك تعلّس سقف بارح بعدك قابض عم يتحقوا عمين عم تحقوا علينا ما نحن بنعرف وبالمناسبة شفتي هاو دي المتطوعين اللي حكيت لك أنهم عم يجوا بدون يتطوعوا والله هي دون بدل ودون اشتراط وبحثا عن الشهادة بس أستاذ علي هل تحسنت علاقة سوريا بحماس اليوم؟ من المستوى اللي هي عليه بس بوقت الحرب أكيد ما في عتب ولا في خلاف إنها الحرب نتجاوز كل شيء بس إنه العلاقة رجعت قائمة ليه؟ لأنه حماس اكتشفت أن طريق تحرير فلسطين يتطلب أن تكون في سوريا وفي دمشق مش بالدوحة هون في مشروع مقاومة هون في مصاري وفنادة وحياة ورفاهية وفي إسرائيليين بيروحوا وبيجوا وبتركيا نفس الشيء تبهي طبعا يعني إس حت فكري أردوغان مقاومة حماس اختارت قطر وتركيا واكتشفت إنه هون بحكي فاطي شوية بهورات ببهورها أردوغان وخطاب هيك بيدغدغ فيه شعور البعض تحت عدمان إنه هو خليفة المسلمين أنا بدي اسأله لخليفة المسلمين كيف تسمح له أيها الخليفة العظيم لقتل بقتل ستلاف مواطن مسلم يا أخي مرحل لك عربي وبعدك ساكت على وجود سفير عندك لهذا الكيان الغاصل أنا بير اعتبره أردوغان أطلق عشر صواريخ على الكيان الإسرائيلي وسأسمي ابني رجب طيب أردوغان نحيان عم تحدى عشرة صواريخ لأسف اللي عم بيعيبوا علينا هني كلهم فتاش ما بيدورهم طيب إذا حركة حماس اليوم يعني رؤساء حركة حماس ساكنين بقطر وحركة حماس ممولة من قطر كيف يمكن اعتبارها من محور الممانعة؟ مين؟ لحماس حماس لا أحد يستطيع أحبأ حماس أو لم يحبها ما قامت به حماس سبعة عشرين أول الفين وثلاثة وعشرين هو عمل مقاوم جبار بس حماس ما نمطولي بقطر حماس رجعت إلى سوريا مقاتلي حماس حني بغزة والجنيح العسكري لحماس حو بغزة والبطل محمد الضيفية بغزة هونيك هونيك لقتال راحوا بمرحلة من المراحل أخطأوا بمرحلة من المراحل قدروا الأمور بطريقة غير منطقية بمرحلة من المراحل بس عادوا مراجعة موقفهم وبالمراجعة وصلوا لقنيعة العودة إلى سوريا العودة إلى سوريا سوريا أقرب إلى فلسطين وإلى القضية الفلسطينية وصاروا عارفين لماذا دمرت سوريا أهم في المشهد وبالمناسبة بهيد المعمع اللي حاصلين في شي مرأ بعد ما صلت الضوء عليه بدأت التقارير الأمريكية بدأت الوسائق السرية بالمخابرات الأمريكية تكشف وبعضها يتحدث أنه في 2011 لم يكن هناك جو ثورة في سوريا وأن الرئيس الأسد كان يتمتع بحضور كبير لدى الشباب السوري وأن الثورة اختلقت اختلاقاً لم تكن خيار للشعب السوري بس هذه لاحقة ما ننجح نحكي فيهن بس لك كانت تكون الحرب وضعت أوزارة سؤال أخير استاذ علي لللبنانيين وللعرب إلى أين تتجه الأمور في المنطقة؟ فيه حقيقة راسخة هناك من انتصر فيه كيامبة مهدد وجوده للي مراهن على الأمريكيين يعيد حساباته ويتذكر مشهد الطيارة بأفغانستان وللي مراهن على المقاومة بدي يقول له تأكد هذه المقاومة بكل دولها وأحزابها وكل حدوي هذا المحور أعدوا العدة جيدا مستقبل المنطقة معنا مش معنى ملكيين من أبدا بس